هل أنت شخص بتحتفظ بالأشياء والأغراض اللي عندك ولا بتتخلص منها؟ لا باحتفظ فيها لأنه فيها ذكريات أنا كل فترة صيفي شتوي نعزل البيت بنعين الأشياء اللي ما بدنا إياها بنفصلها وبنصفتها ووديها على بنك الملابس بشارع المحطة لأنه حرام يعني في شي أنا ما بدي إياه وحتى الجيران عندي في نفسي البنائية وصيهم شغلات زي هيكة بعطوني إياها أنا وباجي بسيارتي يعني بتعب بسي كله لله في ناس محتاجين كتير قالي إحنا حرام نكبش زي هلك وإذا إشي بده تصبيق برضو بخيطه لا بحاول كل أديم أحتفظ فيه حتى ما بحب بيع إشي أديم بخليه عندي بالبيت بلزم إذا ما لزم بيتمنع عندي إلي ما لي لا باحتفظ فيها لا باحتفظ فيها لأنه بيجي لوقيت بتكون أديمي وفيش منها بالسوق زي البضاعة اللي بتنزل هلأ لا أنا باحتفظ بها يعني يعني بيبقى لها زكريات بيبقى لها فيه لبيبقى فيها زكريات في راس هيك بطرقها بتخلص منه أشياء شخصية بخبيها طبعا بصفيها يعني دكتور الأغلب قالوا إنهم بيحتفظوا بالأشياء هلأ إحنا بدأ نفرق طبعا لأنه هناك الأشخاص اللي بيحبوا يخلوا بعض الأشياء اللي يعتقدوا إنه مع الوقت رح يصير إلها قيمة ككتير من الأمور فيه أشخاص آخرين بيحبوا إنهم لما يسافروا يجمعوا بعض المقتنيات يحطوا سوفينير عندهم فيه أشخاص بيحافظوا على بعض الأشياء اللي أخذوها من أهليهم ولكن متى فعليا نتحدث إنه اليوم هذا الشخص يعاني من متلازمة الاكتناز القهري أو ما يسمى متلازمة التخزين بداية صباح خير عليكم تجميع الأغراض أو تكتيزها ممكن يكون شيء طبيعي وغير طبيعي طبيعي أنا مثلا ذكرى معينة من مكان سافرت له أو ذكرى من شخص فقدته بس هذا الإشي بيخليني سعيد لما أشوفه بيكون منظم مرتب مش عامل فوضى مش مأثر على حياتي أما لما يصير الإشي فوضوي يكدس يأثر على حياته لا هنا صار مرضي والليه ممكن يكون فعلا الاكتناز أو أنه جزء من مرض آخر زي الكآبة الخراف اسخدام المؤثرات العقلية جلطات الدماغ ممكن تعمل هذا الشيء نعم طيب هل هذه المتلازمة تورف؟ نعم ممكن تصبها بالجينات الجينات عالية يعني نص المرضى اللي بعانوا من هذا الاضطراب في عندهم حدا من العيلة بعانوا من نفس الاضطراب نعم ولكن دكتور اليوم خلينا نتحدث أكثر ماذا نعني بهذه المتلازمة متلازمة التخزين أو كأول الاكتناز القهري يعني عم نقول عن الناس الطبيعي بيحبوا يجمعوا كتب لأنهم قارئين لأنه كانوا يشتغلوا بالجامعة لأنهم كتاب ولا عم نحكي أنه اليوم يعني حضرتك ذكرت أنه يصيروا مش قادرين نمشي من البيت من وراء قديش فيه أغراض ومقلها داعي ومقلها مش مهمة يعني هو اضطراب نفسي الاكتناز هو اضطراب نفسي بشكل 4% من المجتمع يعني فيه تقريبا نحكي عن نص مليون في الأردن بيعانوا من نفس الاضطراب من عراضه أنه الشخص عنده صعوبة مستمرة بالتخلي أو يتبرع أو أنه حتى يعير هاي الأغراض لشخص آخر وهنا بترجع الاعتقاد هذا الشخص أنه هو بحاجتها مستقبلا أو ارتباطه العاطفي وإذا حاولنا نتخلص من هاي الأغراض بصير يشعر بالندم وقلق وضيق يعني من أسية تشخيص هذا المرض هو أنه لازم يؤثر على مكان معيشته ليس يعني الطبيعي أنه إحنا إحنا ممكن نخزن بالسدة بغرفة المخزن هذا طبيعي لكن لما يصيروا خزنوا بمكان المعيشة يبطل المطبخ مكان للطبيخ أو أنه يتخذ عليه أغراض كتير لدرجة أنه هو مش عارف ينام مرتاح أو أنه الكرسي مش قادر يقعد عليه ما فيه صعوبة واللي بعانوا من هذا المرض بالعادة إذا ما كان فيه تكتيس واضح بالعادة فيه طرف ثالث العيلة عاملة البيت السلطات إلى آخر بنطفوله نعم طيب، هل هو يعتبر من أنواع الأو سيديس؟ دعنا نحكي كان يعتبر هو كنوع من الأو سيديس هلا هو يعتبر قريب منه لكن هو بنفصل لحاله يعني هل هو قابل للعلاج وميقدر من خلال جلسات مثلا أو خطة علاج معينة أن الأشخاص اللي في عندهم هاي المشكلة المتلازمة هي يمكن ما يحسوها بتأثر عليهم ولكن على الأشخاص اللي حواليهم يمكن هذا الأشي يزعجهم أو يكونوا مش مرتاحين فهل ممكن علاجه؟ أكيد ممكن علاجه لكن قديش أنت بتشوف عدد المرضى بالعيادات هو قليل جدا يعني تبسوا في دايسبيرغ صراحة وأغلبهم من الإناث اللي بيجوا ويراجعوا وبالعادة مع العائلة هم اللي هيجيبوهم بالأساس العلاج يمكن أهم شيء دائما منبّح على الأهل يمكن من أغلاط التعامل معه أنه يتخلصوا من الشغلات من غير إذنه أو أنه يلوموه الأساس بالعلاج هو العلاج السلوكي المعرفي نعلم هذا الشخص نعدل معتقداته من ناحية ليه أنا بجمع كيف ينظم أموره كيف يتخذ قرارات كيف يتخلص من الفوضى وطبعاً في دور للمعالج أنه يجب أن يزور بيت المريض بشكل دوري يفضي هاي الفوضى هذا من ناحية العلاج السلوكي ممكن نحتاج إلى العلاج الدوائي خاصة إذا كان القلق عنده عالي جداً أو أنه مرتبط بمرض تاني خاصة أنه تلتين هدول المرضى يعانوا من اكتئاب وقلق تلتين على قلق يعني هل الاكتئاب والقلق يؤدي إلى متلازمة الاكتناز أو للعكس صحيح؟ ممكن لتنين يعني ممكن مريض مكتئب يعمل اكتناز وممكن اللي عنده اكتناز يصير مكتئب فهو الـ يعني بينهم صلة هذا الرابط موجود نعم نعم طيب ذكرنا يعني خلال حديثك ذكرت بأنه ممكن يعانوا من قلق ممكن يعانوا من هاي المشاكل ولكن إيش فيه هكا علامات ممكن تظهر عليهم تحسسنا بأنه آه هذا الشخص في عنده هذه المتلازمة غير تجميع الأغراض يعني يعني بالعادي بصير عندهم خجل خجل اجتماعي مش عارفين يجيبوا حتى أصحابهم لأنه بخجلوا من هذا الشي آه عزلة آه طبعا يعني ممكن أي شي سوشيال فوبيا الكهول يعني استخدام المؤثرات العقلية بشكل عام آه حتى يحاولوا يعرفوا يمشوا الدنيا آه هلا بعدي كتير سهل إنه بس يخلصوا الأغراض آه يعني يعني هو هو الموضوع بكون أصعب عليهم لا طبعا يعني مش زي أنه واحد ما تنزم حكينا يمكن بيجمع هواية معينة ذكرى من بلد معينة سافرة ممكن ممكن يحطى مكان مقدس عارفين مكان ظاهر نعم بتفاخر فيه صحيح هم شوي أشد من هيك يعني لدرس أنه نعم ولكن هل هاي المتلازمة هي بحاجة لمختص لطبيب نفسي حتى يشخصها أو ممكن أي حد لأنه للأسف هلا صرنا عم نشوف بأنه كل يمكن المشكلات النفسية يمكن هي ما تكون كتير صعبة وما يكون بدها دواء ومجرد روتين يومي تنحل هاي المشاكل ولكن صرنا عم نشوف أشخاص بيطلقوا أحكام على أشخاص ثانيين بأنه أنت مريض أنت عندك هاي المشكلة أنت عندك هاي القصة فهل هي يشترط تشخيصها من قبل الطبيب صحيح؟ مية بالمية، يعني هذا بالعكس طلق الأحكام أو اللوم أو كده يزيد الاستيجما للمجتمع البطل اللي يراد على طبها فعلياً بس هو وظيفة الطبيب المختص هو اللي يشخصها صحيح يعني وهو بالآخر سبكترم يعني ممكن يكون إشي بسيط لغاية إشي يعكر على حياته دكتور إحنا رح نفتح الاتصالات لكل الأشخاص اللي حابين إنهم يتواصلوا مع حضرتك أو يتحدثوا عن تجربتهم أو ربما بعرفوا بعض الأشخاص اللي بعانوا من هذه المتلازمة متلازمة يعني شو بسموها التكديس قلنا والتخزين والأرقام الهاتف عم تظهر على الشاشة فيكم تتواصلوا معنا دكتور أكيد الأشخاص اللي حوالين أي شخص يعاني من أي مرض إلهم دورين يا الدعم يا زي ما كنا عم نحكي ومحكت ليلك إنه بالعكس بيحملوا عبق أكبر وبيلموا وبتسقوا عليه الأحكام كيف اليوم يجب أن ينظر من حول هؤلاء الأشخاص إلى هذا الشخص المريض؟ بكل الأمراض النفسية بالعادة أكبر غلطي يمكن لما نلوم المريض على شيء هو مش بيده يعني زي دائما بحكي إذا واحد مثلا مريض سكري بتلومه أنه ليس صعبه سكري نفس الشيء مرض هذا دائما ندعم أنه تحسس المريض أنه أنا حاسب معاناتك وحاب أساعدك هذا إشي مهم ويمكن هذا بالاضطراب التخسين خلنحكي أهم شيء أنه أنه أنت ما تكون مثلا عنيف معه ما تتخلص من أغراضه من غير إذنه يعني هاي إشيء أساسي فيمكن دور الأهل بكون داعم أكتر شيء يمكن مع المريض خاصة أنه ببيته مش المعالج اللي حيكون ببيته نعم بدنا ناخد أول اتصال معنا هلو صباح الخير يا رندا أهلاً وسهلاً صباح النور كي تكشو أخبار تمام الحمدلله أهلاً وسهلاً فيكي والدكتور عم بسمعك تفضل لي رندا صباح الخير كيفك صباح الخير أهلي أنا بخزن بس ما بخزن إشي مبرباش يعني بخزن الأشياء اللي منيحة يعني نفرض أني أنا مخططة أجيب ببيت مثلاً أوعي البابي الأولاني بخطيهم للثاني إذا في منهم إشي إني ممكن أستفيد منه أغراض مثلاً موجودة كيف الأنتيك مثلاً أشياء إنه ممكن أنا أستفيد منها بخليها بس أكيد مو أتخذ أو بين الرجلين وهذا يعني أبربش المنطقة اللي أنا فيها بس إنه مرات بقولوا لي هذا رسا عايش فقلهم آه عايش فقول أنا مرتبة يعني محافظة عليه بس مو مبربش نعم يعني ليش أروح أجيب إشي من السوق مثلاً إذا شغلت برندات ومثلاً من بلد تاني أنه أنا جايبتها نعم وعايت مثلاً بالأردن ما في منها نعم فليش أروح إنه أوزحها مثلاً وأنه ممكن أستفيد منها لتاني أو لأولاد زوى بناتي مثلاً إن شاء الله طبعاً طبعاً مزبوط ومعنا أيضاً اتصال آخر ومن الرد على الاستفسارين مع بعض دكتور شفاء أهلاً وسهلاً ستة أحكينا إسمعينا من التليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية هلا ستة تفضلي حقيقة بس بدي أسل يعني أو أستفسر إنه هذا مثلاً ليش أنتوا بتسموه مثلاً مرض بس بالعكسين شغلات كتير يعني بشوف بسعودي فشوف بعمان بحط مثلاً مهرجان جارش كان واحد حاط عنده ألعاب قديمة كتب تفاتر يعني فيه شغلات تنحب يعني عندي مثلاً جار إلي أم لبست الكبوت تبعها لبنتها الصغيرة نعم فمش كل الأشياء اللي بتضل ولا كل الأشياء اللي بتنكب ولا كل الأشياء مش منه مثلاً يكدس أكتكديس بس يكون شغلات يعني يكون إنه بستفيد منها لبنته ابنه عفوا يعني بس أنا يعني بس كلمة مرض كتير يعني مزاجيني نعم بس يعطيك العافية الله يعافيك شكراً يا سفاء إحنا بس توضيح إحنا ما عم بنعمم إحنا بنحكي فيه حالات ويمكن هلا الدكتور رح يرجع ويشرح لنا عن هذا الموضوع مرة تانية عشان تكون الفكرة واضحة لا الجميع إحنا ما عم بنعمم ما عم نحكي بالعكس كتير حلو يعني أنا كمان نفس الإشيء أنا كمان الماما أعطتني الله طويل بعمر أعطتني جاكت هي كانت تلبسه لو كانت بعمري فكتير هاي الأشياء حلوة بالعكس ولكن إحنا بنحكي عن أشياء إحنا مش بحاجة لإلها ممكن تكون خربانة ممكن تكون مكسورة ما إلها أي ذكريات وما إلها أي قيمة وبتأثر على حياتنا هذا اللي إحنا عم نحكي عنه مش كمرض وإنما كمتلازمة منعيش معها تحكي لنا أكدر دكتور الأساس بإضطراب الاقتناز هم إشيين صعوبة أنه نتخلص وحدوث فوضى تمام؟ لا ذكريات لطيفة مثلا زي جاكت زيت ذكار من سفر كذا برجعني هذا لا إشي حلو لما أشوفه بس بالعادة أنا إشي مهم إلي زي هيك أحطه بمكان منيح ما بأثر ما بعرق الحياتي هلا برجع بحكي هي الأساس ولازم تكون بتأثر على غرف المعيشة تمام؟ مش أنا حاطها والله بخزانتي اللي أنا أريدي مثلا ما بتأثر علي يعني هلا الأشياء مش لازم دائما تكون قديمة خليني سألني واضح فيها ممكن فيه أشياء ثمينة نكدسها بالاضطراب ممكن أي شي تكدس على مستوى مجلات جرايد كتب أواعي قديمة فوتير كهرباء من الخمس وتسعين حيوانات ممكن حتى الحيوانات ممكن تتكدس من جديد كيف تتكدس الحيوانات؟ زعلت كيف تتكدس الحيوانات؟ يعني لما مثلا تربي مثلا عشرين كلب وأنت مش قادر تطعميهم أو أنه ما توديهم للرعاية الصحية أو البيطرية كلهم يعني بيكونوا على قيد الحياة يعني بيكونوا موجودين على قيد الحياة وإحنا مش قادرين نعتني سيهم لأنه فيه أشخاص بيكون موجودة وعدد يعني يكون كبير بالنسبة للآخرين إذن خلونا ناخد آخر اتصال أهلاً وسهلاً يعطيك العافية يعطيك العافية كيف حالك؟ الله يخليك أهلاً وسهلاً فضلي أهلاً بدي أسأل إشي بهم الستات كثير اللي هو تضعف تنصح بخلي هدول الأواعي لأني يمكن أضعف هدول كبار هدول صغار هدول هيك وطبعاً بتكدس فهل هذا إشي كويس؟ إيش أعمل؟ أكبه لما أضعف؟ هذا إشي كتير كويس إنه دايماً عندنا أمل خلونا نحظ الأمل موجود بس إنه بتوقع مشكلة هاي عند كل الستات ياريت الدكتوري ساعدنا فيها وانحاركم سعيد أهلا ستي شكراً يا ميرفاة خلينا ناخد كمان اتصال من فلسطين لا فلسطين فلسطين شخصياً صباح الخير أهلاً وسهلاً فلسطين حلو صباح الخير؟ فلسطين سمعتنا؟ طيب أهلاً وسهلاً يا فلسطين صباح الخير صباح الورد أهلاً وسهلاً فيك تفضلي الدكتور عم بيسمعك والله بنوسي اللي بدها تحكي لكم عن صوت كان إلي وأنا صغيرة تمام يلا يلا خي ميرنا معاكم يلا ميرنا حبيبتي صباح الورد صباح النور أهلاً وسهلاً يا ميرنا حكي لنا إيش حابت تحكي لنا؟ كان تيتا حبطت لي صوت كان لماما أهلاً ما أهلاً؟ يعني عندك ذكرى حلوة من ماما وهي صغيرة بعمرك وخبّت لك يا تيتا عم تسمعونا من التلفزيون شكراً جزيلاً لك حبيبتي ميرنا وفلسطين الله يخلي لكم لبعض ويخلي لكم أحبابكم دكتور بننرجع بس نأكد على فكرة أنه إحنا لما نحكي عم نحكي عن متلازمة بتقف أمام حياتنا الطبيعية بتقف أمام استقبال الضيوف ببيتنا بتصير موجودة في كل مكان التكديس والتخزين وليس جمع الوقتالات الجميلة واللي إلها ذاكرة مضبوط؟ مية بالمية مية بالمية هنا بتفرع الاضطراب عن هواية أو شيء بترتبط فيها عاطفي إلى ذكرى معينة نعم فهي ضرورة إنه لما يكون عنا وإحنا نكون يعني كل يمكن التجارب اللي حكت معنا مشكورين إنكم شاركتونا ولكن هاي هي الحالات الطبيعية نعم نحنا نخزم ذكريات حلوة أو أمور يعني ممكن هيك أشياء مادية بتذكرنا بأشياء حلوة أو تحف أو قطة إحنا منحبها ومنحب وجودها بالمنزل مش هذا الإشي اللي عم نحكي عنه وهي الوضع الطبيعي إنه يكون في عنا ذكريات حلوة طبعاً طبعاً وميرفت عم بتقول تنصح وبتنحف بتخلي اللبس تتطمن ميرفت على الموضوع هذا الطبيعي هذا الطبيعي برضو طبيعي طبيعي كل شكرا جزيلا لأيلك دكتور وأنا ميرفت معاك أنا برضو نفس الشيء كم قطعة عندك غادة؟ مش قصة كم قطعة يعني دايماً أنا كتير بنزل وبطلع بوزني طول عمري فأنا زيها حاسي فيها كتير يعني بلحف كتير بقول لا لو أنصح 2 كيلو بنصح بعدين بقول لا لازم أنحف عشان أظلي عندها سيف سايد شكراً لو وجودك معنا دكتور نورتنا وشكراً على المعلومات الأدم ترنياها